المجلس الأعلى وشعب مملكة البحرين وذلك بمناسبة احتفالات البلاد بأعيادها الوطنية يومي السادس عشر والسبع عشر من شهر ديسمبر الجاري وعرب المجلس في جلسته الاعتيادية التي انعقدت برئاسة معالي شيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية عن تمنياته لمملكة البحرين وشعبها الوفي مزيدا من التقدم والازدهار والرخاء في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدأ يده الله ووحدة أبناء البحرين الأوفياء والتفافهم حول قائد مسيرتهم وبمناسبة يوم الشهيد استذكر المجلس بخالص التقدير والامتنان دور شهداء البحرين وتضحياتهم الوطنية الكبيرة في سبيل أمن البلاد واستقرارها ونمائها وتقدمها مؤكدا أن الاحتفاء بالشهداء واجب وطني وأخلاقي لترسيخ قيم التضحية والوفاء والعطاء كما هنأ المجلس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بتجديد الثقة الملكية لسموه بتعينه رئيسا لمجلس الوزراء وتكليف سموه رعاه الله بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة مؤكدا المجلس ثقته في حكمة سمو رئيس الوزراء الموقر لإدارة العمل الحكومي ورحب المجلس بصدور المرسوم الملكي السامي بإنشاء وتنظيم كلية عبدالله بن خالد للدراسات الإسلامية معربا عن اعتزازه الكبير بإنشاء هذه الكلية المباركة وبتشريف المجلس بتمثيله فيها بعد ذلك بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال اشتركوا في القناة